لليوم الثاني تتواصل أشغال مؤتمر حقوق الأقلية الدينية في الديار الإسلامية الذي تحتضنه مدينة مراكش المؤتمر الذي انطلق أمس بالتنظيم المشترك بين وزارة الأوقاف المغربية ومنتدى تعزيز السلم في المجتمعات الإسلامية تدر جلاساته ومناقشاته حول عنوان واحد وهو الإطار الشرعي والدعوة إلى المبادرة هذا المؤتمر حول الأقليات الدينية في المجتمعات الإسلامية يأتي في ضرفية حساسة جدا ويقدم إجابات على أسئلة كانت مطروحة منذ مدة ويقدم كذلك حلولا لهذه المشكلات على مستوى العملي والواقعي في كثير من المجتمعات الإسلامية التي تتواجد في هذه الأقليات الدينية وقد تطرق المشاركون خلال الجلسة العامة الثالثة التي عقدت اليوم الثلاثة السادس والعشرين من يناير إلى التعايش في التجربة التاريخية الإسلامية وخلال هذه الجلسة تحدث الدكتور أحمد شحلان عن التجربة التاريخية للمملكة المغربية في هذا المجال أما الدكتور رجب شان تورك فقد تطرق للتجربة العثمانية ونظام الملة وأكد أن المسلمين طبقوا هذه الأشياء في القديم خصوصا في الدولة العثمانية فهذه الأشياء نحن نسمي الآن حقوق الإنسان وفي التاريخ الإسلامي كان يسمى حرمة الآدميين أو عسمة الآدميين أو الضروريات أو الكليات الشرعية المسلمون طبقوا هذه الأشياء في القديم وخصوصا في الدولة العثمانية الورشة الثالثة والرابعة تميزت بتشكيل مجموعات صغيرة من العلماء والمفتين لقراءة مشروع إعلان مراكشة والمصادقة المبدئية على بنوده في الجلسة العامة هذا ويشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات من مختلف أنحاء العالم منهم وزراء وعلماء رسميون وباحثون وممثلون للديانة المعنية بقضية وضع الأقليات في الديار الإسلامية بالإضافة إلى منظمات دولية عن الأعمال التي قام بها تنظيم داعش أو عن ما عاشته مع الأقليات المسلمة داخل دول لهذا أعتقد أن هذا النموذج الذي تم النقاش عنه الذي سيخرج بهذه الوثيقة ستمتد سواء داخل الدول الإسلامية أو داخل الدول التي تتضمن أقليات إسلامية ليس غريبا أن تحتضن المملكة المغربية هذا المؤتمر الهام الذي يعبر عن الفكر الإسلامي المعتدل المتوازن في هذه القضية الهامة وهي حقوق غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية وكيفية التعامل والتعايش مع كل مكونات المجتمعات العربية والإسلامية المملكة المغربية مثلت هذا الأمر ليس بالأقوال وإنما فقط وإنما بالأفعال كذلك فكلنا نفتخر ونعتز بالحالة المغربية المتوائمة التي يملأها السلم والمحبة والتعاون بين كافة مكونات المجتمع المغربي والتي تعد مضرب المثل في منطقتنا العربية والإسلامية